قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم عن نبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم أبو سيجد عن نبي جاب لكم وصفة وصفة دحمانوس يعني عندي وصفة الشربة لبلخضر لدحمان رح نطبقها عندي هنا وشوفوا هذه اللقطات هي من قناة دحمان أو شيف دحمان أنا سنجرب الشربة هذه لبلخضر لأنه هنا في الشرق جميعين نجرب شربة بالخضر أنا سنجربها ونعطيكم يعني النتيجة وشراهية كما نحفو كل فئة يوصفة فيها مقادير فيها كيفية التحضير رح نشوف مبضعنا كيفية التحضير المقادير رح نشوفه يا الله يا دحمان نصر رح نشوفه يا الله رح نشوفه هذه الشربة أنا أقولك معني طبقتها كيفية التحضير المقادير فيها كما قناة شيف دحمان يعني حبيت أني تكون اللمسات وتكون يعني التحضير طاوية العمل يعني مثل طاوية دحمان أو شيف دحمان أو دحمان أو دحمانوس رح نشوفه هنا نجون تعرفوا على مقادير الوصفة الشربة أول شيء عندنا طريفات تعالغنمي ولا تقدروا تدروها بالجج لكم الإختيار هذه هي عندنا أحبب صلتكم كبيرة نربيوها بلوبراملكسور حب طماطيش كذا لكن نربيوها بلوبراملكسور فنجوزوها عصفايا نحولها الزريعة والقشور يعني طماطيش صافية وفية حب زرودية حبتها القرعة نرحوهم كيف كيف بلوبراملكسور يعني يقولون يمبيري وراهم خضورة مراهم طيبين ومرحيين تبعوا مع الملح لدينا ربطات حشيش مقطفة أو الدبشة على طريق الشرق نضغسلها ملاح نقطع وغل الأوراق نصف ربطات عما نعناع يعني نحوغل الأوراق من ديروش الأخصان ملعاقة تعسمن لدينا ملعاقة على القصبر من رحيب ملعاقة تعليمي لدينا زوجريسان ملعاقة كبيرة تطمط المصبرة شوية الحميصة نهدرها طيبة نرميها في النهاية وهنا لدينا الفريق ملعاقة صغير زوج سبعتين هذه هي المقادر سوف تخرج لكم الشربة فريق الله الله على طريقة العراف سهنا بعد ما عرفتكم عن المقادر جزوا مباشرة إلى طريقة التحدث اذهبوا مع بعضنا نرى المكونات اول شيء وهي زوج فصوص من التوم كونترقيتهم وعندي ففة السود عندي الكسبرة وعندي الملح وعندي ملعقة من السمن وعندي شوية الحم غنمي او خروف عندي هنا الدبشة او الحشيش عندي جزر عندي كوسة او قرعة تماطم يعني طازجة كنت ربيتها كما راكم تشوفوا هنا وصفيتها من الزراعة وعندي حبة بصالة كبيرة رحيتها في رشوار وعندي منعقة تماطم مصبرة عندي حمص وعندي كاس الربع الفريق وعندي زوج برون وعندي فلفل رحيتها هنا شف داحمان وحط الحم كما درت هنا انا تبعت شف داحمان قل كم يعني بيدي الله مع اخر فيديو وعطيك ضوء ونتيجة انا حاجة واحد هنا وعندي القرفة ما نضعها في الشربة وانا انا وعندي القرفة ما نضعها في المرق الأحمر يعني في الشرق قرفة نعملها إلا في الأكل الأبيض او الطياب يكون أبيضة طيب قلت يعني شف داحمان وعطينا فكرة على الشربة وان شاء الله يا ربي تعجبنا فقط لحد الآن نخمم إذا كان نقدرنا كلها او لا أول حاجة ملعقة سمن ضفت كمية من الزيت ومكترتشان الزيت لأنه فيها سمن هنا نضع الحمص طيب جبت كاثرنا وحطيت الحمص طيب طيب في الماء بعد ذلك سنلحو في وسط البرمان مع المرق هنا قدرت الحم تجعله تقلى مليح يعني حتى يتقلى مليح في السمن والزيت ثم نضيف البصل نحرك قليلا ونغطي على البرمان هنا جبت البصل أنا بصل كنت رحيته في أشوار ونجعل القرية يتقلى مليح حتى ينشف الماء يدبال البصل وتكون الحم يتقلى نغطي على البرمان ونجعلها تقلى مليح في غرضها بعد ذلك نفتح البرمان هنا ونضيفه في الصين التهم ولو أننا نضيفه في الشربة ولكن تجربة شاف دحمانوس سنجربوها بهذا في ريها هنا جبت قرعة أو كوسة أو جريوات ما حبثنا لي وكنت رحيتهم مع بعض في أشوار وحطيتهم في البرمان كذلك نحرك جيدا ثم نغطي البرمان ونجعلها تقلى مليح 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 ونرجع لها نضيف هنا ملعقة الطماطع مصبرة كذلك كل ما نضيفه يجب أن نخلطه مليح كذلك نرى دحمان لقد قمت منه الإدن وقال لي أن يشتغل منها هنا ضفت الملح ضفت فيفل اسود ونضيف الكوسبرة هنا ضفت دبشة دبشة كرافس يعني هنا في الشرق دبشة كرافس في العاصمة ووسط قبل حشيش ونحرك يا رب تعجبنا فقط يا رب تعجب أولادي لأنه قمت بإمكاننا الكوسة والجزر والثوم والقرفة هنا نضيف طماطع كنت تربيتها مليح 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 وصفيتها من هذا هنا كنت حضرت الفريق في الماء وخليته واحد نصف ساعة تنفخ قليلا ونحط له الشوائب ونحط له الشوائب ونصف فيها مليح مليح ونصف فيها ونصف 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 ثلاثة إطرات ثلاثة إطرات من الماء السرعة ونصف ونصف أصف ونصف 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 في شربة بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تك الصحة يا شفد احنا انا نضيف الفلفل حارتي بعد ما شوفوا شربة خاترة بسم الله ما شاء الله صدقوني صدقوني ضوقها روعة حتى ام ساجد عجبتها الوصفة يعني وقلنا ساعة ساعة نعتمدها ان شاء الله بعد ذلك انا جبنا اطبقتنا انا درت النعناع النعناع مجفف يابس ومصفي في صفاية نعناع الخضر لا نضيفه في الشربة انا بدلت النعناع هذا الاخضر بالنعناع مجفف يعني كان يابس وفتفتناه بيدنا وصفيناه في صفاية وجبتنا الصحونة اطبقتنا الفطور وحطينا جاري هذه الصورة يعني ستعرف ومشاهدة شوفوا بسم الله ما شاء الله يعني جاء ما شاء الله ما شاء الله روعة 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 نعطيك الصحة شاب دحمان جزاك الله كل خير على كل وصفات يتقدمها ونشكركم من برتيجنا ولم يعرف شاب دحمان شاب دحمان عنده قناة طبخ وحلويات بسم الله ما شاء الله قناة رائعة قناة كبيرة ان شاء الله يا ربي يتعدى عاتبة المليون ان شاء الله انه يستهل كل خير يستهل كل خير شاب دحمان بارك الله فيك شاف على هذه الوصفة ليعجبت يعني العيلة كاملة وان شاء الله يا ربي تلقاك يعني نلقاك يعني في احسن الظروف ونتلقى بك يعني لاني والله اني احبك في الله يعني انا من زمان ان تبدع في قناتك مقبل نعمل انا قناة يعني تك الصحة قناتك ولا اروع والاروع وخاصة انك يعني تردع تعليقات وانك حتى التعليق ما تردش عليه تحط له قلب وهذا يعني طوضع منك بارك الله فيك جزاك الله كل خير وهذه مائلة الفطورة انا لكم راكم تشوفوا هنا بسم الله ما شاء الله انا اركز بك اقط يعني على الشربة ونقول مشاهدين كرام يعني بارك الله فيكم من مشاهدة ولدخل اول مرة القناتي يعمل اشتراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفة قادرة ما شاء الله من وصفاته وربما وصفات يعني شاف دحنان سلام عليكم